طيب انت بقى بقى رفت لدي الزمالك وانت متعنلك الفترة أولانية بعد كده في نفس الموسم ده تعريبا عمر زاكي وميدو جميل لدي الزمالك صح كده؟ اول سالية في الزمالك كان موجود عمر زاكي وجي ميدو بقى وجاننا بقى ميدو جاننا على فترة إعاد ميدو طبعا الفترة دي بقى كان كل الناس يعني كنت صحابه جر ميدو وعمل ألعابه طبعا طبعا عبا 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 لا أحمد جافر هو اللي بينعب كان السبس بقى وعمل لا بص اتنين فروضة كبار جدا كنت بقى بصراحة يعني اتعلم منهم من الناس بتاعنا مستوى تعالية جدا دور انجليزي ومنتخب مصر يعني كل واحد عنده كارير ما شاء الله بحاجة محترمة جدا فانت كلاعيب لسه صغير في بداية مشوارك لازم تكون اتعلم من الناس دي فانا كنت بقى بقى بصراحة اتعلم منهم الناس محترمة جدا وطبعا سعيد بس في بتاعي الكتب فينا انا لقدت بجوار عمر زاكي ولعبت بجوار ميدو طيب ايه بقى ان كان الفرق بين عمر زاكي وميدو يعني انت بتقول انت تعلمت وكل واحد كنت تعلم من كل واحد شوفي طب انت كان بالنسب لك ايه الفرق بين وما الاتنين بص الاتنين فروضة اقوية جدا يعني كناحية بدانية وقسمانية ما شاء الله عمر ممكن بدانيا قوي شوية عن ميدو لكن ميدو فكريا اعلى يعني ميدو لعبكو رايس تلم يعمل جون انزل فوستر يعني ان كنت بلعب جميل فيديو دايما كان يقول ايه في الطمانشه عطول انت في الطمانشه عطول يعني حتى في كم مطش كده هو عامل لي فهم جوان يعني بيطلع على الطرف ومجا عامل لكروسة وفي طالع عطل جون عطول اه عمر لا عمر عرف انت اللي هو بتاع صندوق فيروت صندوق بتحب ترعب مع مين؟ لأ الاتنين اللي انت معهم الاثنين هوا رايحوني الصراحة بانه قبينات مش هدحك عليه كريتين كبير رايحوني اللي بقى المساكين تجروا وراهم وانا بقى او مش هيجروا ورا غلبان هيجروا هايجروا هايجروا يعني واحد يجروا ورا المساك طبعا شايف ميدو وشايف عمر زكي فا الموضوع بنسبله وعارف انت ايه علف يعني كميلي يعني لعب على ميدو والغلبان يخش طبعا انت في الفترة دي كان دايما بتيجي يعني الناس بتتكلم كتير ان فيه مشاكل ما بين ميدو وعمر زكي بالفعلي كان فيه مشاكل لا ولا كان ايه بالزبط اصلا كان بيبان في الصور انت زعربين في الموتشاط تحس الدنيا مش والله العظيم ما كان فيه مشاكل فاصل اللي يقولك دايما يعني ان البناتهم كذب ليه بقى جوانات الزبالك دايما كان مستباح كمستباح ان اي عاجة بتحصل جوانات زبالك بتتخرج حتى لو ما حصلتش الحاجة دي اي حد كان بيصدر يعني اصلا لعيبة يعني معي في القوضة اللي انهار فانت هتصرف خبر بالكسب ليه انت فاهمني? لك انا عمري ميدو ولا عمري زكي مادا لعبوا في انجسدرة مع بعض كن المشاكل اللي حصلت بالعكس كانوا مع بعض وكانت الامور كويسة جدا مش شايف ان ما كانش فيه اي مشكلة خالص كنا احنا التلاتة موجودين وجاء علينا عودية وكنا بتساعد الناس كلها اللي كانت موجودة في صراحة ميدو انا بيقولك انا واحد من الناس اتعلم من الناس دي وميدو بالذات اللايه يعني اما عمري ماشي ميدو كايا أقولها حتى كان يساعد للعافة الصغيرة ويساعد للعابة الموجودة وكا 비ز اعز مcktاني النادي كان بيطلع فلوس من جيبه كان بيطلع فلوس من جيبه اه بيطلع فلوس للنعابة من جيبه فالنقاط دا وبالدفع يعني في لعابة صغيرة أقودها لغيره فأما ماNO نقومش فلوس فميدو صرحية كان بيطلع كم بيطلع فلوس للعابة